السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم هتكلم عن فوائد نظام الصيام المتقطع بفيديو قبل هيك انا تكلمت عن هذا النظام حكيت عن قلية عمل هذا النظام وكيف بنقدر نطبقه بالبيت من غير مساعدة اي حدا وشو معظم الاخطاء اللي ممكن نكون بنعملها جوات هذا النظام بتكون السبب انه هذا النظام مش ناجح معنا او ما بننزل فيه بالوزن ولكن اليوم رح ندخل داخل التكوين البشري ونعرف داخل جسم الانسان ايش الفوائد اللي بتعود علينا لما احنا بنطبق نظام الصيام المتقطع ايش العمليات الحيوية اللي بتتحسن عنا وكيف هذا النظام بيرفع كفاءة معظم اعضاء الجسم حلقة جدا دسمة وفيها معلومات كتير مفيدة بتمنى انكوا تحضروا الفيديو للاخر وتستفيدوا من المعلومات اللي انا بحكي لكم اياها السيام المتقطع فوائده كتيرة وعظيمة سواء في تحسين اداء اعضاء الجسم او في معالجة بعض الامراض اللي ممكن احنا نكون منصابين فيها لما احنا بنقعد فترة من الزمن ما بنكلش اكل او ما بدخلش الجسم من اي نوع من انواع الاكل فهاي العمليات الحيوية بتزيد كفاءتها وبتتحسن داخل الجسم خلونا بالبداية ندخل على المخ المخ بتتحسن وظائفه وبتزيد نسبة التركيز فيه بدرجة عالية كمان بيعالج عنا مشكلة النسيان فاحنا بنصير عنا اكتر قدرة على استرجاع المعلومات وتذكرها بشكل سريع وكمان الصيام المتقطع بيقلل نسبة الاصابة بالتهابات المخ لنسبة 40-30% يعني بيخلينا نعالج بعض الامراض او نقي نفسنا من بعض الامراض اللي ممكن تصيب خلايا المخ مثل الزهايمر او بعض الالتهابات لا سمح الله نيجي على القلب في الصيام المتقطع التهابات القلب بتقل لدرجة كتير كبيرة كمان بيقل معها نسبة تصلب الشرايين اللي هي بتكون ناتجة من تراكم الكوليسترول الدار داخل هذه الشرايين فبالتالي حيتحسن عنا ضغط الدم فلو احنا بنعاني من ضغط الدم المرتفع واتبعنا نظام الصيام المتقطع انا متأكدة انه الضغط عندكو راح ينخفض وراح تصير اموركو تمام كمان من الفوائد اللي بيعطينا اياها نظام الصيام المتقطع انه بيزيد كفاءة عمل القلب في ضغط الدم لباقي اعضاء الجسم يعني بالبداية حسن عنا وظائف عمل المخ وقلل نسبة الالتهابات اللي ممكن تصيب المخ كمان عنا حسن وظائف القلب وقلل من ارتفاع الضغط داخل الجسم وهذه كتير فوائد عظيمة اكيد ما بنقدر نستهين فيها نيجي هلأ على الدهون الصيام المتقطع بيحرق الدهون بنسبة 90% لانه زي ما انا حكيت لكم لما بنقعد فترات طويلة من دون مناكل الجسم في المرحلة هذي بيكون محتاج لطاقة فبالطر يتحول مصدر الطاقة تابعه زي ما قلتلكو بالفيديو الاول من مصدر النشويات او الاكل اللي داخل للجسم الى مصدر الدهون الموجودة او المتراكمة داخل الجسم فاحنا بالطريقة هذي لما بنمنع الاكل لفترات طويلة من الزمن بنخلي الجسم غصبا عنه يتجه للخلايا الدهنية المتراكمة داخل جسمنا ويكسرها وياخد منها مصدر طاقته فبالتالي احنا بنخس وبنلاحظ تغير في شكل الجسم ومقصاتنا على التوالي ومش بس هيك كمان الصيام المتقطع بيضبط عندنا كتير من الهرمونات المهمة اللي بتأدي دور كتير فعال داخل الجسم ومن اهم هذي الهرمونات هو هرمون الليبتن هرمون الليبتن هذا هو اللي بيدي اشارة للمخ في حالة الجوع او الشبع فلما تزبط هذه الهرمونات عندنا احنا بنبطل نحس بالجوع المستمر وناكل بشكل عشوائي زي ما كنا قبل فيعني الصيام المتقطع هيزبط عندنا هرمون الجوع وكمان هيخلينا ناكل في فترات زمنية محددة من غير ما نحس بالتعب كمان من الهرمونات الكتير مهمة اللي الصيام المتقطع بيزبطها لنا داخل الجسم وهي هرمون الانسولين انتو عارفين انو احنا لما بنقعد فترة طويلة ما بناكل في هاي الفترة بيكون مستوى هرمون الانسولين موجود في طبيعته داخل الدم فاحنا بهيك بنحافظ على حالنا انو نخش في مرحلة الجوع المستمر وكمان بنكون رفعين معدل الحرق عندنا لأعلى درجة ممكنة والجسم قاعد بيحرق دهون فهاي من الامور الجدا عظيمة انو بيزبط لنا هاي الهرمونات اللي هي اساس في خربطة الجسم واساس اصلا في السمنة عندنا فانتو شايفين قدش الصيام المتقطع فوائده عظيمة سواء على اعضاء الجسم سواء في التخصيص وسواء في رفع كفاءة الاعضاء التانية كمان حاجة كتير عظيمة ما نقدرش نجاهلها بيعملها النا الصيام المتقطع وهي انو بيخفض نسبة الالتهابات بالجسم والمفاصل لدرجة كتير كبيرة كمان بتتحسن عنا الامراض المناعية عنا بتقل دهون الكبد بشكل كتير كبير فبالتالي بترتفع عنا كفاءة الكبد في اداء وظائفه زي ما كان في السابق كمان عنا مقاومة الانسولين اللي معظمنا بيعاني منها خاصة الناس اللي عندهم بطن كبيرة بتقل عندهم نسبة مقاومة الانسولين وبتزيد حساسية الخلايا للانسولين نتيجة الى انه هرمون الانسولين خلال اليوم ما بيطلع على فترات متتالية زي ما كنا ناكل كل ساعة وبنجدد اكلنا كل فترة والتانية وبتطرع من خلالها انه يطلع هرمون الانسولين فاحنا لما بنقعد فترة طويلة ما بناكلش هرمون الانسولين متل ما حكيت لكم منظبط في مستوات طبيعي فبالتالي ما فيش استهلاك كتير للانسولين داخل الدم بترجع بعد هيك الخلايا بتستجيب لاي اشارة بسيطة من هرمون الانسولين وبالتدريج بتقل معنا مقاومة الانسولين داخل الجسم وهذه جدا فائدة عظيمة لازم احنا نهتم فيها وما نتجهلها نهائيا بيحققها النا نظام الصيام المتقطع كل هاي الفوائد اللي انتو شايفينها حصلت لاجسامنا لما اتبعنا نظام الصيام المتقطع علشان منعنا الاكل لفترات زمنية طويلة شايفين قديش هاي الانظمة كتير مهمة وضرورية انه احنا نتبعها وكل نظام بيكون الو هدف معين بيقوم عليه وبيستهدفه داخل الجسم فكمية الدم اللي كانت دايما متجهة للجهاز الهضمي نتيجة الاكلنا المستمر ساعة ورد تانية خلال اليوم صارت تتجه لباقي اعضاء الجسم وتنضخ لباقي اعضاء الجسم صارت الدم يروح للمخ بشكل سليم صارت الدم يروح للقلب بشكل سليم صارت يرجع يغزي الخلايا التانية داخل الجسم وانتو عارفين انه تركيز الدم ودخل الخلايا بمستويات معينة بيكون جدا مهم لتجديد هذي الخلايا وتخلصها من السموم احنا في نظام الصيام المتقطع بنعطي جسمنا راحة وبنخليه يتخلص من السموم اللي موجودة داخله من خلال منع هاي الواجبات اللي مليانة بالكربوهايدرات والسكر وكنا ناخدها ساعة ورد تانية وندخلها لاجسامنا باستمرار وبشكل عشوائي هذي فوايد جدا عظيمة بيحققها النا نظام الصيام المتقطع حاولت اني اسردوا الكياها بطريقة جدا سهلة وبسيطة علشان تقدروا تستوعبوها مرضيت افوت في مصطلحات علمية وامور معقدة حبيت دايما يكون شرحي مبسط وسهل للناس اللي حابة تستفيد وتقدروا تاخدوا المعلومات بشكل سهل وتطبقوها على انفسكم داخل البيت وانا ان شاء الله على القناة رح انزل افكار ووصفات صحية تنفع نستخدمها للصيام المتقطع او اي نظام احنا ممكن نتبعو لانها بتكون دايما قليلة الكربوهايدرات بالاضافة الى اي وصفات تانية ممكن احنا ناخدها او حكون ان شاء الله ارشدكو امتى هاي الواجبات ناخدها او اي الكميات المناسبة لنا بتمنى يا رب يكون الفيديو فاتكو والمعلومات اللي دايما بحكي لكو ايها بتفيدكو اذا انتو اجداد على القناة بتمنى انكو تشتركوا بالقناة عندي وتنتظروا مني كتير من المعلومات اللي بقدمها لكو بكل سلاسة وبساطة اشوفكو الفيديو الجاي ان شاء الله بافكار جديدة ومعلومات جديدة بتهمكو في تحسين صحتكو وخسارة الوزن مع السلامة اشتركوا في القناة